قوى العالم الكبرى تجتمع في باريس كان اللقاء مبرمجاً لبحث لبنان لكن أوكرانيا تصدرت فجأة الأجندة الجهود التي بذلها الغرب لإقناع الروس بالجلوس إلى طاولة المحادثات مع القيادة الأوكرانية الجديدة فشلت هذه الجهود مستمرة لكن لا يعرف إن كانت ستكلل بالنجاح لقد أوضح رئيس الوزراء ورئيس أوباما بما لا يدعو مجالاً لللبس أن روسيا ستدفع ثمن خرق التزاماتها الدولية بهذا الشكل طبعاً نود تحقيق تقدم دبلوماسي لكن في غياب هذا التقدم سيكون هناك ثمن تدفعه روسيا لكن من مدريد وفي طريقه إلى باريس تمسك وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بالرواية الروسية للأحداث وهي رواية على طرف نقيض من الرواية الغربية وإن كان هناك أيضاً بصيص من الأمل كما قال الرئيس بوتين سنبذل قصار جهدنا لمنع سفك الدماء ولمنع أي محاولة للإضرار بحياة وأمن من يعيشون في أوكرانيا بمن فيهم طبعاً مواطنون فدرالية روسيا لكن إذا لم يتحقق اتفاق دبلوماسي فإن خيارات الغرب للضغط أكثر على روسي محدودة هذه الخيارات قد تشمل إضافة إلى العقوبات التجارية فرض حظر سفر على المسؤولين الروس ومحاولة عزل روسيا دبلوماسياً كطردها مثلاً من مجموعة الثماني دول الغرب ليست على قلب رجل واحد بخصوص أسلوب التحرك فالولايات المتحدة من أشد المدافعين عن العقوبات الموجهة لكن فرنسا ترتبط بعقود تسلح مهمة مع روسيا وألمانيا قلقة على واردات الغاز الروسي وبريطانيا على الاستثمارات الروسية الضخمة لديها في شبه جزيرة القرم نفسها هناك مؤشرات على أن القوات الروسية والقوات المؤيدة لروسيا تعزز مواقعها وحتى إذا ترسخ الحوار السياسي فهل سيكون كافياً للحيلولة دون تصعيد الأحداث ولحمل هذه القوات الروسية على الانسحاب إليا ستملالي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر